هذا هو توفد العشرات من المغاربة إلى مركز نقل الدم للتبرع للمصابين جراء زلزال قوي بقوة 7.2 درجة ضرب المغرب ليلة الجمعة بعد نداءات من الجهات المعنية بضرورة التبرع بالدم بشكل عاجل لإنقاذ المصابين أن تكون ناجيا وتقدم المساعدة للآخرين لكي ينجوا هذا حال هؤلاء الذين تجمعوا أمام مراكز التبرع بالدم في المغرب السلطات وجهت نداء عاجلا للمواطنين خاصة في مدينة مراكش جنوبية البلاد بقصد تقديم يد المساعدة للجرح المصابين جراء الزلزال لأنه الناس في المستعجالات وفي المستشفايات محتاجة لهذه القطرة دي لكم البارح في الليلة رمينا النداء وقلنا بأنه قصنا نجي ونتبرع بالدم اليوم الصباح كنتشوفوا وكانت فاجأوا بهذا الكم الهائل دي المواطني اللي كيجيوا هذا كي يبصر بالخير والحمد لله احنا مطمئنين تنقول لك مطمئنين وتنأكد على مطمئنين على الحالة دي المخزون دي الدم في هذه الأيام المقبلة المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش أعلن عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف الممكنة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز كما دعت الجهات الأمنية كافة كوادرها بالمبادرة بالتبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكبي الزلزال ويعتبر هذا الزلزال الأكثر دموية في المغرب منذ زلزال عام 2004 الذي ضرب جبال الريف الشمالية وأدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص إذن استفاقت مدينة مراكش السبت على وقع صدمة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة إلى السبت أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى وألحق أضرارا مادية جسيمة قد يعكس نداء الإغاثة هذا من أحد سكان مركز مولا إبراهيم في نواحي مدينة مراكش المغربية هول الكارثة وحجمها وقوتها في المنطقة المنكوبة حيث حصيلة القتلى والجرحى مرجحة للارتفاع في مراكش هرعت العائلات المذعورة إلى ساحة جامع الفنالي لاحتماء وقد أخرون ليلتهم في شوارع مجاورة ونام الكثير منهم على الأرض بعضهم من دون أغطية جميعهم لجأوا إلى العراء خوفا من وقوع هزات ارتدادية قد لا يتحملون تداعياتها بعد ذلك الحمد لله وتنشكروا الليل طف بينا ولكن رأى القد يوم فيها رأى البنية تحتية تعداد الحومة رأى شيشة لوعد طراجة لا تصور حيث هذه الشهادة رأى كانها قبل ما يجي زلزل يزلزل جاو وتصادف مع هذه الشهادة شيشة رأى تأدوا الناس بزف ومنهم الأخ جاء النعبد رأى رحموا يتغمضوا برحمتوا رأى ما تمسيكين فاطب لصاجي وعد الأختها رأى ما تتموا لأخ جاء لات الرسم الرجلي لا حديث للمنكوبين هنا إلا عن المشاهد المروعة فيما لا يقوى آخرون على وصف محل بهم وعن المصير الذي ينتظرهم بعد كل هذه الخسائر في أقوى زلزال يضرب المملكة منذ قرن وفق وسائل الإعلام المحلية هذا الخوف الزنزل يضرب بهذه الدرجات وبهذه القوى لدرجة النوف العمارة حسنا العمارة مشات لكثة اخترات أو ربعات الاخترات الناس بواحدة على باش خرجوا للشارع ما يمكنش يتصور البوكاء الناس دبنا أسا في الشوارع والناس نأسا ولكن تقاوى هذا الصوت للراهيم بحل اللذيز من حدك شي تران هذا هو الإحساس اللي خلع الناس وخلع كل شيء ما يردده المنكوبون هو أن الزلزال خلف الصدمة الأكبر في حياتهم باعتباره محنة مؤلمة ويؤكدون تضامنهم مع عائلات الضحايا ومعنا من سيدي قاسم في المغرب المهندس محمد بن عبو مدير المركز المغربي للبيئة والأمن البشري سيدي أهلا مرحبا بك بداية عدد الإصابات الخطيرة التي تم تسجيلها مقارنة بالإصابات الطفيفة ربما تبدو ملفتة وحقيقية حقيقة كبيرة وبالتالي هل هنا نتحدث عن طبيعة البناء الذي لا يتم تقييمه كل فترات وهل هنا نتحدث عن مشكلة في البنية التحتية لهذه المراكز حتى وإن كانت بناءات متهالكة؟ هي فاجئة بكل المقايا السيدتي اليوم شجلنا حوالي 1300 حالة وفاة في آخر حصيلة بتتها وزراء الداخلية بالطبع المسألة لا تتعلق بنوعية البناء أو تتعلق بالتضاريس المنطقة هذه المنطقة لم تعرف هذه الزلزالية منذ فوق 120 سنة وبالتالي هي نوعية البناء لهذه المناطق القروية أو مناطق الجبلية هي بنايات تبنى بالطوب والتراب وبالخشب والتبن هي مواد تقليدية وهي مقاوما للفيضانات ومقاوما للأعاصير أو حصة للأمطار ولكن الزلزال هي مسألة ممكن أنها تؤثر على البنيات التحتية كما أنها ممكن تؤثر على البنايات لمبنية من الصور كما هي ممكن تؤثر على كذلك على البنايات المبنية من التراب شاهدنا أن أسوار تاريخية التي عمرت قرون ومئات سنين تصدعت أخرى وتساقطت أجزاء منها على مستوى مدن مراكوش وآجدير وبالتالي بشكل عام كيف يتم تقييم الأضرار حتى الآن وهل الفرق المتوفر على الميدان قادرة ربما على تغطية كل هذه المناطق المتضررة حتى الآن وحتى المناطق التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعتاد مثل سيارات الدفع الرباعي إلى حدود بداية الساءات الصباح كانت من الصعب جدا نولوج إلى الدواوير أو إلى المداشر لصعوبة المسالك وبعض المسالك كانت قد انقطعت سبول بها لتساقط صخور وتساقط انهيارات ترابية بسبب قوة الززال يجب أن لا ننسى أن نسبة درجة على السلية مليشتر فهي قوية وقوية جدا كانت كافية أنها تقطع هذه المسالك وهذه الطرق عن الدواوير وعلى المداشر في صيرتها مع المدن الكبرى مع المدن مراكوش أو تارودانت أو حتى أقدير وبالتالي كان لازم في البداية أنه يتم فك العزة عن هذه الدواوير عبر هذه الآليات الكبرى عبر هذه اللوجيستيك الذي قدمه الجيس المغربي في تنصيق تام مع قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية التي تقوم بجهودات جبارة بتنصيق مع الجماعات الترابية في عين المكان يعني الكل اليوم متضامن بيد واحدة مع الهيئات المشتعى المدني مع الساكنة من أجل إنقاذ ما تبقى من الساكنة من المواطنين الذين هم تحت الأنقاذ وبالتالي الهم اليوم الأولوي والمباشر كما جاء على لسان ناطق القصر الملكي ديوان الملكي يعني براغ ديوان الملكي اليوم كان واضح أن التعليمات الملكي السامية بالتسريع وثيرة الإنقاذ ولكن ولكن هل يعني الوضع على الأرض يتطلب ربما دعما دوليا أكثر أم أن المغرب يمكن واحدة الآن يعني تغطية كل هذا النقص الحاصل والوصول إلى كل هذه المناطق المتضاررة كيف تقيم هذا الوضع ربما عندما نصل إلى مرحلة التقييم الخصائر على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى الطرقات وعلى مستوى المدارس والمراكس التي تصدعت ربما سنحتاج إلى هذا التضامن الدولي الذي أبر عنهم يعني جميع دول العالم جميع دول العظمى أمريكا صين كندا نوسيا اليابان جميع دول العظمى الجزائر كذلك كل فتاة تضامن مع المغرب مشكورين على هذا التضامن الدولي وبالتالي هذا التضامن الدولي سيتم متفعيله عبر إنشاء هذه العلاقات الجيو السياسية هذه العلاقات الدولية التي يمكن أن تساعد ضمن هذه الحالة بالضبط من أجل بناء هذه المدن هذه القرار التي تضمرت عن آخرها ده من الوقت كل الشكر لك من سيدي قاسم في المغرب المهندس محمد بن عبو كل الشكر مدير المركز المغربي للبيئة والأمن البشري شكرا سيدي شكرا سيدي